طيب، أنا حسين سعيد، أنا مدير الحلول الرقمية للحكومة في IBM Egypt النهاردة أنا هكلم على أول حاجة لديجيطال إيقونومي من البرسبكتف يعني إزاي إحنا بنشوفه في IBM وضزت مين لديجيطال إيقونومي والإفكت يعني إيه البيلرز بتاعته إيه اللي بيأسسه يعني يعني بيتكون من إيه وهو طبعا أنا هبقى يعني الديجيطال إيقونومي إن جنرال البرودر سنس بتاعه أنه ليتو إفكتز في الإفكت الإنترنال والإكسترنال إنترنالي كل من يعني بنتحسن في الديجيطال إيقونومي بيحسن الإكسپيريينس بتاع المواطن بيحسن الإفكتشي بيحسن إزاي الدولة والجوفرمنت بتقدم الخدمات أو بتقدم الحلول اللي هي بتساعد إن الوضع الداخلي يتحسن وفي نفس الوقت في الإفكت الخارجي إنه كل ما يحصل تحسن في السيرفيسيز وفي كل الخدمات اللي بتتقدم من جميع الجهات بتبقى دي مكان أتراكتف مكان يخلي إنه يعني الفورين انفاستر انترستد إنه يجي انفاست جوه مصر لأنه عارف إنه هو هيجي هيلاقي وسيلة لل يعني إنه كل الوسائل إنه هو يخش مثلا ينشئ شركة إنه هو يقدر يدير أعماله ببساطة والموضوع ديجي تايزت فده ده الأفرقال يعني فيو على إيه فايدة الديجي تايزت الديجي تايزت بتاعته بيتكون من إيه من البرسبكتب بتاعنا this is how we see it as IBM إيه الحاجات اللي بتؤسس حاجة اسمها الديجي تايزت لأي مكان فإحنا بنتكلم الاي سي تي انفراستركشور طبعا يعني إنه أول حاجة لازم فيه ICT انفراستركشور أبغريدد وبعدين الانفاسمنت ديجتال انفراستركشور بمعنى إنه كل الابليكيشنز اللي هي مكتوبة طبعا الكلام مش واضح هو بس هو باسكلي كل الابليكيشنز اللي تحط أوور ديس سيستمز في الـ في الـGovernment that helps the investment الديجتال تالنت and skills إنه ناكس بتبقى فكرة إنه لازم يبقى الناس developed اللي هما يقدروا يستخدموا هذا التطور الديجتال يعني يبقى فيه plan to improve the talents and skills بتاعت الناس تقدر تتعامل مع هذا الديجتال economy كلمة cognitive معناها الحكومة الزكية يعني اللي هي basically بتبقى E-Government بعدين توصل cognitive government إنه ق pun scenes ده الليفل اللي بعدoit كده اللي هو إنه بدقة فيه systems بتساعد إنها ت respond ile ترجمة نانسي قنقر 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 وبيحسبها. الحاجات دي كلها بيبقى كزا حاجة بتأفاكت فيها. البروسيس صعوبتها قد ايه. ايه 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 طبعا لها تفاصيل كتير جدا لو حد فتح الريبورد بيبقى واضح فيها كل التفاصيل دي. فهم القصة اللي حصل ان هم مسكوا الاندكس ده. وعملوا جدول زمن لمدة ثلاث سنين دخلوا في بروجيكت. وفي خلال ثلاث يرز زي ما مكتوب كده رحوا زودوا الرانكينج تمانية وعشرين بوينت الفين وستاشر واحد وعشرين بوينت الفين وسبعتاشر اتناشر بوينت الفين وطمانتاشر. طبعا قصة نجاح لنهما وصلوا في الاخر من مية واحد واربعين لتمانين. في خلال ثلاث سنين كان اعجازه وخدوا الفاستست جروينج كونتري ان دورد بناء على اللي هم عملوا. طبعا يعني قصة مبهرة. انا اصلا عمل لينك هنا كمان للشامبين والليدر بتاع التيم اللي عمل القصة دي مع الجوفرمنت اللي هي دوكتور تشاريتي اللي هي من كينيا. لو في وقت بعد ما خلص البرزينتيشن ممكن اعرض الفيديو وحضراتكم عندك وقت لانه فيديو يعني يمبرسي في ذلك. ستتتتتتوك يعني دي التتتتتتتوك في حاجة انترناشنل يعني. فهو السكسس توري دي يعني مسيرة جدا لان احنا الواحد لما يصيب عليها بيقول ايه؟ ليه من انقدارش نعمل حاجة زي كده في مصر لأنهم كينيا زينا شبهنا they are an African country فالمفروض أننا ودي حاجة مهمة لما تحسن فيه بيدخل فوق يعني very related للinvestments فأنا هنا كتبت أيه key success factors لأننا بقالنا سنة نحاول نشتغل مع الحكومة to work on this لكن طبعا فيه challenges كتير قوي challenges related to the key success factors اللي أنا بقولها هنا أول حاجة أنه factors زي ما هي مكتوبة هنا لو أرجع ثاني factors starting business registering property paying taxes getting credit trading across borders factors الأصل أنها ما بتكونش مع entity واحدة يعني starting a business مع وزارة الاستثمار فبتروح تتكلم مع وزارة الاستثمار وهم بيهتموا مين لي بالfactor ده خلاص وده 10% من value of the index مثلا trading across border بيبقى مع الأمن مثلا أو الداخلية أو جمارك أو ما شابه وهكذا فكل واحدة من دول ليها المسؤول عنها فعشان الموضوع ينجح أول حاجة وأهم نقطة في نجاح key success factor للخصة دي single authority والstakeholder اللي بيجمع الخيوط عنده ومثلا في حالة كينيا in the Kenyan case prime minister office مكتب رئيس الوزراء نفسه هو اللي كان sponsoring الموضوع فكان كل الخيوط في إيدي وبيوزع يعني بيتابع الموضوع بنفسه حاجة تكون مع وزارة الداخلية حاجة تكون مع بس هو في الآخر هو ultimate sponsor هو اللي عنده الويل وهو اللي بيتابع الموضوع بنفسه اللي بيربورط له every week على الموضوع وهو اللي ماسك الموضوع بنفسه دي أهم نقطة في نجاح الموضوع تاني نقطة dedicated team from the government طبعا الحكومة أي حكومة أي حد فيه الناس بتشتغل شغلها فطبعا عشان أنت شغال حاجة in parallel بتغير processes أو بتحاول تحسن في حاجة لو ما فيش dedicated team تقدر ترايي ناس يتابعوا معاك مش مش هتقدر تنجز حاجة لوحدك فالdedicated team ده أساسي تالت حاجة ال-in-depth understanding of the criteria and methodology of world bank ranking لأن sometimes اللي بيحصل كتير قوي أن انت بتعمل initiatives وبتعمل حاجات بس ما بتتشافش من طريقة ال-system ما بيرانك ال-index فthis means أن انت ممكن تشتغل وتصرف وتعمل حاجة مفيدة للمجتمع بس مش هتتشاف فمش حسن في ranking رابع حاجة اللي هي برضو مهمة والناس كتير ما تتبقاش واخد بالها منها أنه كتير قوي بيبقى خصوصا في حالة البلاد اللي زينا ال-process re-engineering قبل automation بمعنى أن في حالة مثلا أول سنة the first year في كينيا 90% من improvement 90% has nothing to do with IT almost was just going studying the processes and making them more efficient and re-engineering them بس بدأوا من السنة التانية لما بقى تحسنوا أن هما يلاقوا بقى وبعدين دي بتفرش الفرشة المظبوطة عشان تقدر تعمل عليها automation لأنك مستطيع تعمل automation على system أصلا بيكون مش مظبوط فدي نقطة برضو مهمة جدا ده يعني فهم دول الأربع نقط نأمل أنه في يوم الأيام إن شاء الله لو قدرنا نغطيهم something like this ممكن يحصل عندنا ونطلع حاليا ترتبنا تقريبا من 134 حاجة زي كده 120 120 128 بقى 120 صح نأمل إن شاء الله نقدر نمسك the ease of doing business from A to Z ونعمل تجربة ومشافة في مصر بإذن الله تاني تجربة اللي عايز أتكلم عليها تجربة اسمها تجربة ساعد أو راشد ودي تنفذت في دبي ففي دبي اللي حصل إن هما بدأت بايلوت إن هما عملوا اللي هو Artificial Intelligent Advisor يعني بيبقى فكرته إن هو أي حد داخل البلد كان mainly للإنفسر أو whoever is coming in لو عنده أسئلة عنده how to do the procedures إزاي يقدر يعمل فده كان system موجود بيرد عليه عنده كل الدا يعني كل الدا is there وهو بيرد عليه بrecommendations what need to be done هو بدأ البايلوت بكده وحاليا وصل إن هو دلوقتي لما تفتح الإي جوفرمنت Smart دبي اللي هو بقى اسمه راشد حاليا ده بقى it's a complete artificial intelligent assistant لأي حاجة وأي إجراء في الحكومة سواء لشخص someone coming from outside أو أي مواطن داخلي أو حتى لو عايز أي حاجة activities جوا دبي كلها it's a complete assistant on anything within دبي فده طبعا بيساعد بقى يعني ده الـ application دي بتساعد جدا في الـ investor إن هو بييجي بسرعة يقدر يوصل لحاجة والمواطنين بتحسن حياتهم جدا داخليا لأن حاجات كثيرة قوي بتبقى automated يعني أنت بسهولة جدا تقدر تكومونيكيت معاه and then شكل سريع جدا وهو online يعني ممكن تخش في app منه وفي على website تخش بيبتدي يرد عليك على طوال الخطوة الدخلة بعد كده إن هو هيبتدي يبقى voice enabled وتبتدي إن أنت تقدر تتكلم معاه عادي ما تحتاجش يعني فهنا ده ملخص اللي في الأول طبعا هي كانت سعب عين راشد بعد الشيخ محمد بن راشد وبدأت في الأول إن هي مجرد زي ما كنت قلت الانسرز بعدين إيه اللي حصل إن هو the aggregated lot of information الانفورميشن دي لإن هي أهم حاجة في artificial intelligent assistant اللي هو كم المعلومات يعني كل ما يبقى عندك معلومات مجمعة فيه كل ما الفايدة منه بتيجي أكتر لإن هو بيعمل recommendations based على إن في availability of data is crucial في القصة دي حاليا طبعا بقى دي كل الحاجات اللي بقى بيساعد فيها starting business transportation licensing visa residency passport and certificates entertainment shopping أي حاجة أي حاجة في دبي you can ask and you get an answer هما حاليا طبعا ابتدوا بقى يعملوا upgrade في السystem ده cutting edge في الآخر إن هو عشان يبتدي هو يعمل كمان مش بس يبقى recommender يعني مش بس يcommunicate مع الناس ويقول لهم ايه recommendation لا من خلاله بيعملوا حاجات يعني هما يرجسروا حاجات ويعملوا فيه activities بتضار administrative من خلاله ده دي تجربة تانية تالت تجربة بقى اللي هي طبعا بس تجربة advanced شوية في سوق خارجي يعني IBM ومرسك ميرسك دي من أكبر شركات الكارجو في العالم فإحنا حصل حاجة اسمها trade lens trade lens ده platform عمل application اللي هو based على blockchain بيخلي 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 الناس اللي اشتركوا فيه حاليا meat organization دخلوا فيها وبقالوا قليل يعني بقالوا مثلا سنة أو حاجة زي كده أو سنتين companies طبعا زي do chemicals dupont tetra pack كلهم بقوا دخلوا على platform لأنه شافوا value الكبير قوي اللي فيه حاليا trade lens وهي بقالها مدة ليلة جدا عملت لوجينج ل230 مليون shipping events 20 مليون containers ده في خلال سنة واحدة وحاليا قربوا من rate of 1 مليون events per day فطبعا ده عجازي يعني لأنه طبعا توفير المبالي وتوفير البروست في حاجة زي كده يعني كبير جدا الميزة طبعا في القصة دي اللي هي related لفايدة البلوك chain in general اللي هي immutable record إنه هو فكرة إن كل حاجة بتبقى shared وما فيش أي وسيلة إنك تقدر تحتال أو تزور أي حاجة برضو يعني لو في وقت عندي هنا فيديو اللي هو الفوق ده ده بيتكلم بالتفاصيل عن الموضوها يعني لو خلاص أنا خلصت أنا خلصت أنا كده قلت التلات تجرب اللي عندي وحاليا أنا خلصت لو في وقت بقى بنعاش كده أنا حطيت الفيديوهات يعني خليت الفيديوهات لو في وقت ممكن بقى نأعرض لو حد انترس ديوهات بري امبرسيب التكنولوجيا بتتغير بريت مرعب مرعب وبسرعة فظيعة جدا وهتعمل ترانسفوميشن في الإيكوناميز والأسل فيها هي الانفرميشن الكميليشن والديتابيز اللي موجودة هي دي اللي حتحرفنا يعني بعيد إحنا لسه قدامنا شوية مصنوعين يعني بسه ربنا يسهل شاء الله شكرا